هتطبقي يكون غوية شوية وكوباية وتعالي هريحك من اكتر مشكلة بتقابلنا كلنا بالذات الايام دي صلي كده على النبي وتعالي يقولك هنعمل ايه? هجيبي كده حوالي نص كوباية من الاريال او من اي مسحوق عندك انت بتستخدميه وهجيب طبعا كل ركس الالوان وتبدأ ان انت تحطي نص الكوباية دي من كل ركس الالوان طبعا الكوباية اللي انا بقولك عليها دي كوباية صغيرة زي ما انت شايفة كده نص الكوباية دي كل ركس الوان وكمان نصها كده او ربعها من الدوني لو مش عندك دوني منعم الاقمشة ممكن تحطي نص كوباية او ربع كوباية من الخل الخل الابيض بتاعنا العادي خالص هتحطي منه ربع كوباية طبعا بديل هايل جدا بدل الدوني وكمان معلقة كده كبيرة من كربونات السوديوم وكمان معلقة من الظهرة البيضة الظهرة البيضة مش الظهرة الزرقة هتلاقيها موجودة عند اي صبانة انت بتشتري منها الحاجات بتاعتك وهتقليبي كده المكونات دي كلها في بعضها بالشكل ده طبعا انا بقولك طبعا يكون غويت شوية لانها بتعمل تفاعل زي ما انت شايفة كده الخلطة دي بقى هتحطيها في الغسالة للملابس الملونة اي ملابس عندك فيها بقع لو بقع السنين هتخطفي معاك في لمح البصر غير بقى ريحة الملابس عندك هتبقى روعة اجربي الفكرة دي بجد تحفة هتفوتة كده صغيرة ومقشة وتعالي هقولك على فكرة حلوة جدا وهتريحك كتير في البيض صلي كده على النبي وتعالي هقولك هتعمل ايه هتجيبي المقشة بتاعتك وهتبدأ اني انت تجيبي الفوتة بتاعت المطبخ دي بس طبعا تكون نظيفة جدا وتبدأ اني انت تحطيها بشكل ده كده على المقشة وهتجيبي بقى يا ستل كل اي اسطك عندك بتاع فلوس هو الاسطك اللي هو بيبقى العادي ده بتاع الفلوس او ممكن توقع اي حاجة متوفرة عندك وهتبدأ ان انت تحطيها على الفوتة بالشكل ده وتسبتيها كويس جدا على الفوتة وتنزل كده الاماشا بالشكل انتم شايفينه ده اهم حاجة ان تكون الاماشا دي قط وتكون نعمة كده زي ما انت شايفها. هجيبي كده البخاخة بتاعتك وتبدأ ان انت تحط فيها شوية مية على شوية آآ آآ بريل اللي هو صابون السائل بتاع صابون الموعين. اي نوع عندك انت بتستخدميه. وهتبدأ ان انت بقى تروح هي عند الحيطة اللي بتبقى موجودة آآ في الشقة كلها بالشكل ده. الوزرة اللي بتبقى موجودة دي بتبقى طبعا آآ مش نضيفة وبتقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة بالطريقة دي بتمشي على الشقة كلها. بكل سهولة مبتخدش منك وقت خلص ولا مجهور. كمان بتعملي السيراميك اللي بيبقى تحت الوزرة دي. جربي الفكرة دي بجد حلوة ومريحة. هاتي ماشبك وشبشب وتعالي عرفك على فكرة حلوة. بجده هتريحنا كتير في البيت. صلي كده على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات. وتعالي اقول لك هنعمل ايه? هاتي كده الماشبك اي ماشبك عندك بتاع غسيل واي شبشب عندك انت بتستخدميه في البيت. طبعا بعد ما بنغسله بنبقى حايد بين ان احنا نحطه كده آآ على الحيطة علشان يثبت معانا وينزل اي موية موجودة فيه. ممكن كمان تكوني بتحطيه في الحمام من جوة. فاسهل طريقة عشان تقدر ان انت توقفي بيها الشبشب بكل سهولة. هتجيبي كده الماشبك وتبدأ ان انت تحطيه في الشبشب بالشكل ده. هيقف معاك بكل سهولة. جربيها تعجبك. عندك شبكة الليمون دي واترميها تعالي يقولك تستغليها ازاي وكمان هتريحك جدا في الفكرة اللي انا هقولك عليها دي. صلي كده على النبي وحطيلي لايك يا ست الكل وتعالي اقولك هنعمل ايه? هتجيبي كده الصبون او اي بواقي صبون تكون عندك. انا الصبون اللي انا حطيته ده انا كنت عاملة معكم في القناة. قبل كده صبون بلدي بقى صبون بريحة اي صبون عندك وتبدأ ان انت تحطيه في شبكة الليمون بالشكل ده. اي بواقي صبون وتبدأ ان انت يتحطي كده شوية مية عليها وتعالي بقى يا ست الكل عند اي بقعة او اي هدوم انت عايزة تخسليها انت بكده بتدعاكي الهدوم لان الشبكة بتبقى خشنة وكمان بتستغلي الصبون بدل ما بترميه بتستغليه بحاجة حلوة جدا بيطلع للجميع البقعة اللي موجودة على الهدوم وكمان بتدعاكي كده وانت واقفة من غير ما تبزيلي اي مجهود في الهدوم جرب الفكرة دي بجد حلوة جدا وهتعتم ديها. تعالوا بقى اقول لكم انا بعمل ايه لما بيبقى صبوعي متعور بالشكل ده وما ينفعش ان انا حطه في مية خالص. وطبعا شغل البيت عمره ما بيخلص دايما انتو شايفين كده طبعا المواعين كلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وما ينفعش حط ايدي في مية عملت ايه هتجيبي بقى كده لا قدر الله لا قدر الله لا وحصل معاكي موقف زي كده بجيب البلونة كده اللي هي اصغر مقاس دي وبقى هالباسها في صبوعي بالشكل ده وبقى ابتدي ان انا برضو اخسل المواعين او اعمل اي حاجة او احط ايدي في المية عادي خالص بالطريقة دي ما بيجيش على صبوعك اي حاجة من من المية او من الصبون اللي انتو بتشتغل فيهم زي ما انتو شايفين كده بس اهم حاجة تكون البلونة دي من المقاس الصغير جدا لاني الصبوع اللي بيتباع في الصيدلية اه مهما تجيبيه صغير برضو بتبص تلاقيه واقع من ايدك فالبلونة بتبقى حكمة جدا ايدا ودي طبعا النتيجة بعد ما مخلصت بتمنى الصحة والعافية لكم اما الطريقة دي بقى احسن طريقة لتقطيع الفراخ بكل سهولة وكمان هقولك ازاي تطلعي كده البني من الفرخة بكل سهولة وبكل بساطة ومش هتحتاجي ان انت تخلي الراجل هو اللي يفصل لك السدر من من الفرخة او البني من الفرخة زي ما انت شايفة كده التقطيع سهلة جدا وبسيطة صلي كده على النبي في التعليقات وكمان مش تنسي بقى تدعميني باللايك واشتراك في القناة عشان بازن اللي وصلك مني كل جديد زي ما انت شايفة كده الطريقة سهلة جدا وبسيطة بتتكي بس كده تكة بسيطة على الفرخة بتطلع العطمة اللي في النص اللي هي بتبقى فيها الارقوشة دي وتبدأ ان انت تفصيلي الجنحات بالشكل ده بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بجد الفكرة بسيطة جدا وسهلة بس محتاجة كده ان انت ايدك تاخد قطي يعني تاخد عليها زي ما انت شايفة كده وبتشيل الجلدة وبيبقى معاك البني جاهز الجروي بجد الفكرة دي هتعجبك هاتي كده قميص قديم يكون عندك وتعالي هنعمل باختراعه صلي كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعالي هوريكي فكرة حلوة جدا وشاركيها مع اصحابك وحبيبك بجده هتفيدك وهتفيد كل الناس اللي انت هتشايرها لهم هتجيبي كده خطه ابرة وتبدأ ان انت تخيطي القميص من تحت بالشكل ده طبعا انا قلبته الاول وبعدين خيطته من تحت بالشكل ده وبعدين قلبته تاني بالعدل وتعالي بقى يا ست الكل اقول لك على الفكرة بتاعتي بجده هتفيدك جدا جدا وهتحللك مواقف كتير صعبة بنتعرض ليها هتيجي كده هتجيبي الاميص وهتحطيه على الشماعة وهتبدأ ان انت تتعلقيه بالشكل ده وهتيلي بقى اي كرتون عندك تكون موجودة ومتوفرة عندك في البيت انا كانت متوفر عندي كرتون البيض وهتبدأ ان انت تحطيها جوه الاميص بالشكل ده كده وتفرديها كده تكون بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالضبط كده اي كرتون عندك متوفرة هتحطيها في الاميص من تحت ودي هتبقى بقى كده علاقة هتحطي عليها آآ الهدوم بتاعتك لو انت في مصيف هتنفع كأنك حطيت هدومك على رف الدولاب بالضبط لو انت كمان حابة ان انت تعيني هدوم شته كتير عندك ممكن كمان تعملي الفكرة دي وتحطيها جوة الدولاب بجد الفكرة دي حلوة جدا جربيها هاتي شماعه شوية توك وتعالي هقولك فكرة حلوة جدا للبنات بس الاول صلي على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي يا ستة الكل اقولك ايه هي فكرة النهاردة هجيب كده شوية توك اللي انت شفتيهم دول او اي توك عندك التوك اللي هي الصغيرة دي الخيصة جدا وبتتبع كيسة كلها على بعضها مش عارف خمسة جنيه او بعشرة جنيه وهتحطي التوكة بالشكل اللي انت شايفها كده على الشماع وهتبدأ ان انت تروسي جميعا الحاجات اللي انت بتستخدميها في المكياج بالشكل ده طب احنا بنعمل كده ليه طبعا هقولك دلوقتي بنعمل كده ليه هتحطي بقى كريم اي اه فرشة المكياج اي حاجة عندك موجودة بتتثبت كويس جدا بالاستك زي ما انت شايفة كده وبكل بساطة مش بتربطيها لحاجة بيجيبي واحد ناحية من ناحية دي واحدة ناحية من ناحية دي وبتبدأ ان انت تروسيهم كلهم بالشكل ده وهتعلقيها عندك في الدولاب لما تحتاجي اي حاجة هيبقى مسهلة جدا ان انت تجي بيها وتستخدميها بكل بساطة وبكل سهولة زي ما انت شايفة كده بجد الفكرة دي حلوة جدا جربيها وبجد هتحبيها عندك كارتونة بيض او اعترميها تعالي هنعمل بيها فكرة حلوة جدا هتريحنا كتير جدا في الشتاء اول حاجة كده صلي على النبي علي افضل الصلاة والسلام وتعالي اقول لك هنعمل اي هتجيبي كده علبة كانت تكون فاضي عندك وتبدأ ان انت تعمليها بالمصمار بالشكل ده تعملي لها فتحات بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعدين هتجيبي كارتونة البيض وتبدأ ان ان انت تقطعيها قطع صغيرة زي ما انتو شايفين كده هتقطعها قطع صغيرة بالشكل ده وبعدين هتفتحي علبة الكان من الجنب بالشكل اللي انتو شايفينه ده زي باب كده وتبدأ ان انت تحطي جوه منها الكارتون اللي احنا قطعناه من الكارتونة البيض بالشكل ده وهتجيبي كده نص معلقة من القهوة وكمان كم كده عود من القرون في الاول مصمار وتبدأ ان انت تولاها حتة صغيرة جدا من الكارتونة وتبدأ ان انت تحطيها جوه علبة الكان بالشكل ده بالطريقة دي عدت خلاصي من اي نموس او بعود موجود عندك في الشقة بكل سهولة وطبعا الريحة بتبقى برضو كويس عشان احنا حطينا القرنفل والقهوة ومهما كان النموس عندك هيختفي بكل سهولة